اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة F X زائد H ناقص F X على مين على ال H عندما H تود اله إلى الصفة. فأنا هتطبق هذه القاعدة يبقى limit نعتبر ان F X هي الدالة عبارة عن مين الصين X اللي أنا عايز أجيبه مشتقيته يبقى إذن هعون عن كل X هعون عنها بX زائد H يبقى إذن عبارة عن مين عبارة عن صين X زائد H ناقص F X اللي هي مين صين X على مين على ال H وهنا كمان هيجي دور وأهمية ومدى أهمية مين المتطابقات المثلثية. طبعا المتطابقات المثلثية مثلا أنا عندي هنا في متطابقة مثلثية لازم أستخدمها اللي هي مجموعة زاويتية فلازم أكون أعرف أن الصين مثلا A A زائد B المتطابقات المثلثية اللي درسناها الأعوام السابقة يبقى عبارة عن مين عبارة عن صين الزاوية الأولى مضروف كصين الزاوية الثانية زائد دائما الصين بيتبقى نفس الإشارة مفلاش الاختلاف وبعد كده هقوله هنا كصين الزاوية الأولى صين الزاوية مين الثانية ودي من الحال مهم تعال يا بقى نعوض هنا يبقى قوله ال H تقو إلى الصفر هيبقى عندي الصين احنا الزاوية A هي X والB هي ال H يبقى قوله كده صين X كصين مين H طبعا زائد ويبقى عندنا كصين X صين مين صين الزاوية طبعا ناقص في الآخر خالص الصين X كما هي ما في شيء مشاكل فيها والمقام أيضا ما عندناش أي مشكلة طب ايه الموجود عندي جالك هنا ممكن نعمل حاجة بسيطة نجزء البسط إلى جزئين كده لمن H تقوى إلى الصفر هاخد أول أخد الجزء اللي فيه صين X مع اللي فيها صين X يعني هيبقى كده يعني عندنا صين X وكمان هاخد منها عام مشترك يعني لما اخد منها عام مشترك يعني لما اخد لتنين دولت مع بعض اوامل لأنا عملت عليهم بخط بالأخضر دولت هاخد لو أنا خدت الصين X عام مشترك أحصر عندي كصين H ناقص 1 طبعا هقسمه على مين على ال H باقي العلامة الزايد ناخد الثاني مين اللي هي limit كصين X صين H على مين على H وأنا خدت ال H تحت مين الصين عشان تظهر معنا مين النتائج اللي احنا قلناها من شوية طيب هنا ايه اللي موجود عندي اولا نخلي بالنا اولا الصين X ده بالنسبة لل H تعتبر مقدرتها لان انا باجيب النهاية بالنسبة لل H عندي H ما موجودة ولكن صين X يبقى خليها برا A limit خالص كده يبقى صين X طيب limit ايه اللي حصلته كده حصلتك كصين H ناقص واحد على H زي نفس الكلام من كصين X ما لهاش ايه ما لهاش ايه يعني ما تدخلش معنا في النهاية ليه لان انا باجيب النهاية بالنسبة لل H وبالتالي هتبقى عندنا كوزين X limit مين صين H على مين على H طيب تعال نرجع لكده للمتطبقات للنتائج اللي احنا اخدناها كده احنا لسه جائلين انه انه عندي بار عن لما يكون عندي واحد ناقص كوزين على ثيتا عندما ثيتا أقول الصف يبقى قيمتها بصفر او لو عكس البسط حتى اعملها كوزين ثي ناقص واحد وكام ده طب ما انا عندي الجزء الاول موجودها يبقى ليه قيمتها كام قيمتها زيرو طب زيرو اضربها في صفر خلاص كله اختفى ده يبقى يظل معي مين يظل الجزء الاخير طب احنا قلنا صين H على H عندما H تقول للصفر قيمتها بكام قيمتها بواحد يبقى واحد ضرب كوزين عندنا مين كوزين ثيتا وبالتالي مشتقد او كوزين اكس مشتقد الدلة اللي عندي كام عندي مشتقد الدلة الصين يبقى هي عبارة عن مين عبارة عن الكوزين وبالتالي ده علاقة صحية او نظرية صحية 100% يبقى اذا مشتقد الصين لازم اكون حافظها هي مين هي الكوزين طبعا بنفس الطريقة اقدر اثبت مشتقد الكوزين هاستخدم فيها نفس القاعدة هنا ولكن لما اجي استخدم المتطبقات المثلاثية كوزين ا زائد بي هي عبارة عن عبارة عن كوزين ا كوزين بي ناقص نخلي بالنا الكوزين دايما معها اشارة مختلفة ناقص كام اقوله صين ا صين مين صين بي وامشي فيها في نفس الخطوات احصلها في الاخر يطلع للنتيجة كوزين تبقى سالب صين ونخلي بالنا هنا ان الكوزين فيها اشارة سالب طيب هل لابد ان انا استخدم نفس الطريقة السابقة مع التان قال لك لا ممكن التان استفيد من النظرية الاولى والنظرية الثانية انا عندي مشتقة السين هي الكوزين ومشتقة الكوزين هي سالب صين فاقدر استفد منهم طب كيف اصبحت هنا انا مشتقة السين والكوزين وعندي بسط مقام يعني استخدم الكوشان ترول او استخدم اللي هي قاعدة القسمة طب قاعدة القسمة بتقول لي ايه اننا لازم اعمل شرطها كبيرة كده واجول مربع المقام يبقى كوزين تربيع اكس علامة الناقص وابدأ اطبق مين قاعدة الكوشن ترول يبقى اكتب مثلا البسط على ايدنا اليميم المقام على ايدنا اليسار احنا قلنا مشتقط الصين لسه جاي لنا انها عبارة عن موجب كوزين طب مشتقط الكوزين عبارة عن مين عبارة عن سالب الصين يبقى ابدأ عمية الضرب التبادل اللي اتفاقنا عليها يبقى كوزين ضرب كوزين احصلها كوزين تربيع اكس ولكن نخلي بالنا هنا فيه سالب سالب في موجب بسالب طب سالب مع السالب الاولين الاولى اللي كانت في القاعدة تتحول الى موجب طب صين ضرب صين احصلها مين الصين تربيع اكس طب هنا نخلي بالنا كمان حصلنا على حاجة مهمة ايه هي اننا عندي كوزين تربيع زي صين تربيع احدى المتطابقات المثلاثية اللي لسه جاي لينها من شوية إن سين تربيع ثيتا زائد كوسين تربيع ثيتا اللي هي بكام بواحد يبقى أصبح البسط كله بواحد على المقام الوامين كوسين تربيع اكس طب دي معناها مقلوب الكوسين وإحنا كلنا عارفين مقلوب الكوسين اللي هي كوسيكنت اللي هي عبر عن سوري اللي هي سيكنت ايه سيكنت تربيع وبالتالي هنا مقلوب مقلوب الكوسين يبقى سيكنت ولكنها قصة اثنين تبقى سيكنت تربيع ايه سيكنت تربيع اكس وبالتالي خلص السؤال يبقى اذا في الحالة دي اعرف على طول ان مشتقد التان اكس هي عبارة عن مين سيكن تربيع اكس فاذا هنا مشكلتنا احنا ان احنا عايزين نحفظ المشتقات ولكن حفظها سهل بس نخلي بالنا في بعضهم بيبقى معنا معها اشارة سالب وفي بعضهم من اشارتها اياه موجبة فتعالا نشوف ازاي نفرج ما بين الاشارة الموجب والاشارة السالب اولا انا عندي الدوال المستلسية ست دوال فيه ثلاثة اساسيين والثلاثة البقيات اللي هما مقلوب الثلاثة الاولين طب تعالا نشوف نعمل اولا مشتقد الصين ازاي ما اكون حفظها كوسين موجب كوسين مشتقد التان سيكن تربيع بس خلي بالي مشتقد السيكن تنقسم الى جزئيا مش اكتب جزء اقسم جزء مشتقد السيكن هي عبارة عن سيكنت اكس تان اكس طب بالنسبة للكوسين مشتقدها سالب وفيها اشارة سالب سالب مشتقد الكوتين سالب كوسيكنت كوسيكنت اه تربيع الكوسيكنت نفس السيكنت بالضبط مكونة من جزئيا ولكن فيها اشارة سالب طب متى نضع الاشارة السالب ومتى لا نضع الاشارة السالب ان لو انت ملاحظ كده ان انا عندي الدالة كوسين اولى حرف السي الدالة كوتين اولى حرف السي الدالة الكوسيكنت اولى حرف السي فبعرف دايما ان طالما هاشتق نسبة مثلثية او دالة مثلثية تبدأ بحرف السي لابد من وضع الاشارة السالب معها. طب الباقي لا ما ديس اس و دي تي و اس يبقى ما فيش اشارة سالب. يبقى اي اي دالة مثلثية من التلات دوائس الدوائل عندنا تبدأ بحرف السي يبقى لازم مشتقتها تكون بالسالب. ودي تسهل عليك الحفظ لانه ممكن غلطة في اشارة سالب ولا حاجة بتضيع منك الصور. تعال بقع نشوف مثال ونشوف نطبق الكلام دي ازا. زي المثال قدامنا. فبيقول لي ايه? احنا عم بيقول لي اوجد مشتقت. يبقى هنا عاوزين ايه? عاوزين ايه? ومشتقة. يبقى اوجد مشتقت هذه الدالة. طب انا عندي الدالة دي عبارة عن مين? عبارة عن اكس تو باور فايف او اكس قس خمسة تعتبر دالة. ودالة او نسبة من ثلاثية او دالة من ثلاثية. يبقى انا عندي هنا دالتين. طب دي طالما الاثنين جنب بعضي معناها عمية ضرب. طب ازا استخدم مين? البرودكتورول. طب البرودكتورول بحل كيف بها? اجيب مشتقة الاول كده افق منها. يبقى ازا طبعا دي قاعدة الباور العادية. انزل عسو جدام وانجس منه واحدة با اكس او اربعة. طب مشتقة الكسين. في ناس بتتسرع وتكتبها لي صين. ولكن خلي بالنا احنا هنا اولى حرف السي. وطالما اولى حرف السي بفيه علامة ايه اشارة سالب. وبالتالي اقدر اطبق القاعدة يبقى اقول له اف برايم اكس. يساوي. هضرب مشتقة الاول في الثاني لو انا حفظ القاعدة بمكن اطبق مباشرة. اقول مشتقة الاول يبقى خمسة اكس ازا اربعة. مضروب في الثاني اللي هو مين? كوسين اكس. زائد. طبعا بضرب الاول في مشتقة الثاني يبقى اكس. ازا خمسة. مضروبة في مين? في سالب صين مين اكس. والغريب والاصعب من الكلام دواتي. في ناس تروح تكتب كلام بالطريقة ديها بدون الاقواس. يبقى اذا انت لو عملتها بدون الاقواس. يبقى انا هجرها كده. اقول خمسة اكس ازا اربعة كوزين اكس. زائد اكس ازا خمسة ناقص صين اكس. اه ده لا. ده احنا عندنا الحدين دوت اساسا مضروبين في بعض. يبقى لابد من وضع الاقواس في حالة وجود الاشارة السالب. يبقى لابد من وضع الاقواس في حالة وجود الاشارة السالب. وابدأ عمل عملية تبسيطه بخمسة اكس ازا اربعة كوزين الاكس. طبعا سالب مع موجة تحولت الى سالب اكس ازا خمسة صين مين صين الاكس. وبكده اه هنا او اوجدنا المشتقة الخاصة بهذه الدالة. نجي الحقيقة تاني او سؤال تاني على نفس النمع. عندي سؤالين بيقول يعني احسب او اوجد مين المشتقة. هامشي فيها عادي. ما عندنيش هاي مشكلة في المسألة. اهم حية اشوف القاعد اللي انا هطبقها. بس اخلي بعلي. لما الاقي حية ازا كده اف اكس. تساوي صين تربية اكس. عينك على التربيع. هل هي على الزاوية ولا على الصين نفسها? هنا التربيع على الصين. يبقى ازا ما خليهاش بهذا المنظر. لا اعمل قواس كده. واكتب عليها قس كاب قس اتنين. واكتب بداخلها مين? باكتب بداخلها الصين بدون اسس. بالطريقة دي. طب ليه انا باكتبها كده عشان اذكر نفسي طالما عندي دالة. وعليها اس اتنين فوق او اي اس تاني. يبقى معروف ان دي عبارة عن تركيب دالتين. يبقى انا هستخدم لتشين رول. طب يبقى ازا اف برايم بالسوكام. يبقى اف برايم اكس دو ساوي. خلاص هتعامل معنا. يبقى ازا في دالة خارجية ودالة داخلية. الدالة الخارجية احنا لو انها بنولا اخضر. يبقى ابدأ اشتقل. يبقى اتعامل مع الاسس. يبقى انزل الاسس قدام. ونقص منه واحد. انا لسه بتعامل مع الاسس. يبقى ازا الدالة الداخلية تظل كما هي. ثم خلصت بقى من الدالة الاسس. يبقى ادخل جاخل القوس. تاخل القوس حصل مين? الصين. طب مشتقة الصين مين? لسه قيلين من شوية. انها عبارة عن كوسين اكس. المفروض كمان اروح اشتق الزاوية. طب الزاوية مشتقتها بكام بواحد. ولذلك لما تلاقيها اكس لحالها ما فيش داع ان اضرف مشتقة الزاوية. لان مشتقتها تبقى بواحد. اما لو اكس تربيع او تلاتة اكس يبقى لابد من الضرف مشتقة الزاوية. طب عايزين نرتب المسألة شوية. يبقى كلام دي بيساوي اقول له اتنيا. طبعا صين اكس واحد هي هي لو كتبتها من غير اسس خالص. يبقى صين اكس. مضروبة في مين? في كوسين اكس. ولكن ممكن في الاختيار من متعدد مش هتلاقوا الشكل اللي قدامكم ده. يبقى لابد من حفظ المتطابقات المثلاثية او نخلي بالنا منها. يبقى اذا طب انا عندي اتنين صين كوسين. يبقى لازم اتذكرها اني دي قاعدة مين? ضعف الزاوية بتاعت الصين. يبقى دي معناها صين اثنين مين اثنين اكس. وهذه كده اللي ممكن تلاقوها في الاختيار الممتعدد في السؤال. يبقى انا عندي هنا الوقت هي مهمة تانية زي ما قلنا. ان انا عندي صين اثنين اكس هي عبارة عن مين عبارة عن اثنين صين اكس كوسين مين كوسين اكس. ودي من المتطابقات المثلاثية المشهورة والمهمة جدا. وهنا استخدمها كتير في خلال الفاصل التان والتالت. فريد تخلي بالك. وطبعا هتساعدكم دلوقتي في حل مساء زي كده كتير يا. طب تعالوا بقى نشوف الرقم رقم بي بنسان او بيقولي بي عبارة عن مين. بيقول انا عندي جي في اكس. تساوي اربعة تان اكس. ناقص خمسة كوسينت اكس. هنا الحمد لله ان ما فياش اسس والحاية فهبدأ اشتغط مباشرة. يبقى عندي هنا جي برايم. الجي برايم عبارة عن مين. طيب يساوي اربعة عملناش دخل بيها. ده معامل. هنخلي زي ما هو. طب التان ارجع للذاكرة شوية. اقول التان مشتقتها عبارة عن مين? عبارة عن سيكنت تربيع اكس. بس اوه ان انسى نضره في مشتقة الزاوية. طب مشتقة الزاوية عندي زاوية اكس. يبقى مشتقتها بواحد خلاص. مش محتاجين. ناقص خمسة. طب مشتقة الكوسيكنت ادى اذكر دايما السيكنت والكوسيكنت مشتقتها عبارة عن جزئين. فالكوسيكنت عبارة عن مين? يبقى هتبدأ زي ما هي بكوسيكنت. طب السيكنت يبدأ بالسيكنت. الكوسيكنت دايما تاخد معها مين? تاخد معها الكوتان. ولكن هبقى نفس الزاوية. بدي هنا اكس. وهنا مين? اكس. ولكن حياة مهمة تاني. لو انا عملت كلاه. يبقى ضيعت مني السؤال. نتذكر حياة مهمة تانيش. اولها حرف السي. يبقى لابد من اشارة الناقص كون موجودة في المشتقة. فنخلي بالنا. حرف السي موضوع حرف السي دي اعتني مهمة جدا. بمجرد ما اشتق اي دالة مثل ثلاثية او لا سي. يبقى لازم اضع اشارة سالب. وبالتالي المساعة تبقى كيف? هقوله اربعة. سيكنت تربيع اكس. هالسالب مع السالب تحود الى ايه? الى الموجة. يبقى خمسة عبارة عن مين خمسة كوسيكنت اكس كوتان مين اكس. فنخلي بالنا من جزئيات اللي زي كده. فمهمة جدا اني اركز اثناء الحرب. عندنا اول حاجة مين يترى اللي هتاخد سالب? ومين اللي ما فيه سالب? قلناهم كل بساطة ان اي دالة مثلثية اولها حرف سي عند اشتقاقها لازم اضع اشارة سالبة. هذه بالنسبة مين قاعدة بسيطة جدا. نحفظ بها ومنغلطش في الاشارة السالب. نجي بقى نشوف السؤال زي كده وانا يعني متعمد ان اكتبها بهذه الطريقة. اولا تلاحظ ان انا عندي هنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث. بس في اوضاع مختلفة. الثلاث هنا كأس مع الاكس. الثلاث اس عبارة مع الكوسين. الثلاث معامل الاكس اللي هو معامل الزاوي. طب ايه الاختلاف فيهم? هل تظل المشتقة كما هي? ولا هتختلف المشتقة? تعالوا مع بعض نشوف. يبقى انا عندي مسلا السؤال رقم ايه? لما يقول الف او اكس. تساوي كوسين اكس تكعيب. طالما التكعيب على الزاوية نعمل اشتقاق مباشرة. ما فيش اي مشاكل فيها. يبقى اقول لها عندنا. اف برايم اكس تساوي. اول حاجة انا الهمش من اليسال اليمين. فاول حاجة اصطدفني الكوسين. ثم الزاوية. يبقى اشتق الكوسين. مشتق الكوسين هي عبارة عن مين? سالب صين. والزاوية تظل كما هي. خلصت من الصين. اروح لمن بقى? اشتق الزاوية. طب مشتقة الزاوية كام? انا عندي اكس تكعيب. يبقى اطبق عليها قاعدة الباور. يبقى تلاتة اكس ايه تربية. وبالتالي اصبحت المسألة سالب واحد في تلاتة احصلها سالب ثلاث. وخلي الاكس تربية قبل الصين افضل. وتبقى عندنا صين اكس ايه تكعيب. وكده خلص السؤال. يبقى طالما عندي الاس على الزاوية اشتق على طول. بس هبدأ بالكوسين. ثم اضرف مشتقة مين الزاوية. يبقى ايزا هنا مشتقت اقدر اكتبها كيب العربي. انه عبارة عن ايه? مشتقة الدالة المثلثية مضروبة في مشتقة مين الزاوية. ازا كان بهذا الشكل. السؤال رقم بي. هنا بيقول لي ايه? ان انا عندي جي في اكس. عبارة عن مين? عبارة عن كوسين تكعيب اكس. وطالما لجيت التكعيب او القس الموجود عندك على النسبة المثلثية او على الدالة المثلثية. لا يبقى بعمل دائما قوس قس كزا. مثلا على حسب القس الموجود عندي. وبكتب النسبة المثلثية او الدالة المثلثية من الداخل كنا. يبقى نستخدم للتشين رول. يبقى خلي بالي من الجزيات. طبعا هنا على فكرة برضه يعني نفس الكلام. استخدمنا للتشين رول. يعني مش عشان ايضا استخدمنا لتشين رول. ولكن انا استخدمت لتشين رول بدأت بمين؟ بالدلة من ثلاثية. لا هنا لتشين رول هتبدأ بمين؟ بالأس الموجود عندي فوق. فدي الاختلاف. وبالتالي احصل عندنا جي برايم اكس. تسوي ايه? انزل الأسه قدام. وانقص من الأسه واحد وطالما لسه بتعامل مع الأسس يبقى ما ليه داخلي بالزاوية الداخلية نهائي. طب اضرب اياه. يبقى انا خلصت من الأسس. ادخل داخل القوز بك. يومش تقد الكوسين. ما روحش اكتب سالب صين بهذا الشكل. طالما فيها سالب يبقى فقوسيا. وبالتالي عندنا هيبقى عندنا موجب ثلاثة في سالب واحد. احصلها سالب ثلاث. كوسين بقى رجع التربيع زي ما كانت الاول على الحرف الاس مباشرة. اكس. بعد كده عندنا مين? الصين مين? صين اكس. وكده يبقى انا خلصت هي السؤال. فخلي بالكم من الطريق. نجي لآخر جزئية عندنا لما يكون عندي الكوسين كمعامل للزاوية. سي مسلا. اتشوف اكس بيسومين. هيساوي. بيقول لي انه عندي كوسين ثلاثة اكس. في هذه الحالة مش محتاجة اي تعديل. هو التعديل الوحيد لما يكون عندي الاس على النسبة المثلثية نفسها. وبالتالي اشتق على طول بمجرد ما اعمل اشتقاق. يبقى اتش برايم. يساوي. اول حاجة اصدفني الكوسين. يبقى اجيب مشتقتها. اللي هي سالب صين. نفس الزاوية. ولكن اوعا ننسى. نضرب في مشتقة الزاوية. مشتقة الزاوية كام? ثلاث. وبالتالي هتبقى النتيجة سالب ثلاث. صين ثري اكس. وكده المسألة خلصة. يبقى احنا فرقنا ما بين الثلاث. هل هي مع الاكس مع الزاوية. اصك للزاوية. يبقى طالما الاس موجود في الزاوية. ما فيش مشاكل. باشتق عادي ملياسا لليمين. ابدأ بالكوسين. ثم ادخل اجيب مشتقة مين الزاوية. طب اذا كانت الاس على النسبة المثلاثية. لا يبقى اعمل القوس كبير. واكتب الاس فوق. وبالتالي في الاشتقاق هبدأ اجيب مشتقة الاس باستهدام قاعدة الباور. ثم اترك الدالة الداخلية كما هي. ثم ادخل داخل القوس. اجيب مشتقة ما بداخل القوس. طب بالنسبة لو كن عندي الثلاثة مثلا معامل الاكس خلاص باشتقها ملياسا لليمين عادي. اجيب مشتقة القوسين. ثم اضرف ومشتقة مين الزاوية. هذه الطريقة اللي احنا بنتباحها في الكلام ده. تعالوا بغا نشوف حية تاني او سؤال تاني. سؤال زي كده. بيقول لي find the derivative. اي نفس كلاء نفس الصيغة بيقول اوجد مشتقة الدالة. طب مشتقة الدالة كيف? تعالوا بغا نشوفها مع بعض ونشوف نحلها ازاي. فانا عندي اف اف اكس يبقى اقول له اف براير. هل اقدر اعدل فيها المسألة? لا مش اقدر اعدل فيها. لان عندي زاوية صين ما فيش اسس. وباقي عندي الزاوية عبارة عن قسمة. يبقى عبارة عن راشل الفانكشن او دالة كسرية. خلاص باشتقها عادي. ولكن خلي بالك ابدأ اشتق من ناحية اليسار لليمين. يبقى اول شيء يصادفني يصادفني الصين. يبقى اشتقة الصين. مشتقة الصين هي كوسين. طالما اشتقت الصين يبقى الزاوية مليا دخل بيها. الزاوية مش هتتغيى. انا باشتق النسبة المثلاتين. يبقى هيبقى عندي ثلاثة اكس على مين? على اكس زايد او واحد. ثم اضرف في مشتقة هعملها بالتفصيل. هاضرف في مشتقة مين? هذه الزاوية. اللي هي ثلاثة اكس على اكس زايد مين? واحد. كيف اوجد بقى مشتقة الزاوية? الاحز ان انا عندي هنا راشل الفانكشن. وبالتالي هستخدم معها مين? الكوشنترون. اقول له كلام ليه ساوي? اقول له كوسين. ثلاثة اكس على اكس زايد واحد كما هي. هاضرف. طبعا هنا مشتقة القسمة او قاعدة القسمة بعمل شرطة. المقام هيبقى قسي اتنيا. علامة الناقص والله يحافظ بطبق على طول. لو حافظها ازاي? هقول مشتقة البسط يبقى ثلاث. مضروف في المقام كما هو يبقى اكس زايد واحد. طبع كده البسط اللي هو ثلاثة اكس. مضروف في مشتقة المقام اللي هي كام? اللي هي واحد. طب مش حافظ يا استاذ خلاص احنا قلنا دايما الكوشنترون المقام تربيع. البسط على ايدنا اليمين. المقام على ايدنا اليسار. هات مشتقة البسط يبقى ثلاث. مشتقة المقام يبقى كام واحد. وابدأ الضرب التبادلي من ناحية اليسار. اه. وواصلهم طبعا على علامة الناقص اللي احنا عارفين. وبالتالي نحصل على ايه? يبقى انا عندي هنا كوسين. ثلاثة اكس على اكس زائد واحد. مضروف في. طبعا لو انا حبيت افك هذي الاقواس مضروف في الاكس احصلها ثلاث اكس. زائد ثلاث. ناقص ثلاث اكس. دعا كنسل ثلاث اكس مع ثلاث اكس. يبقى ايه اللي ظل معنا? اللي ظل معنا البسط بثلاث. والمقام اكس زائد واحد والسكام والاثنين. وبكده حلصنا السؤال بتاعنا. طبعا في ممكن ارتبها مفيش داعي. لانا عندي هنا برضو بسط مقام. فلو كتبتها جنب الثلاث هيبقى منظرها برضو مش كويس. وبالتالي انا نتركها زي ما هي. وخلاص وتبعا مثلا انتهت بهذه الطريقة. تعالوا يا بنا نشوف نوعية اخرى من الاسف. طبعا النوعية دي كتير خالص حلناها. وقل لنا احنا يا ترى لما يكون عندي او يطلب مني. فاين ذا كويشن. اللي هو اوجد. معادلة. المماس. للمنحنة. ويجيب للمنحنة اللي هو واي. تساوي ثلاثه تان. اекс ناقص اثنين كو سيكنت اكس. عند مين؟ عند اكس تساوي باي على ثلاث. اول خطوة. اوجد قيمة الدل عند من؟ عند القيمة الكس التي اعطيها نحن. يبقى كدب اقول له كدب اهات. او عند اكس تساوي باي على ثلاث. يترى القيمة بتاعتنا تبقى كيف يبقى أقول له واي تساوي. واي تساوي ايه؟ اقول له ثلاث تان باي على ثلاث ناقص اثنين كو سيكنت كام باي على ثلاث يبقى يا ترى النتيجة تبقى بكام اشوف تلعب كام النتيجة بقى ورحت طبعا لحظات احسيبها بس النتيجة النهائية فعندنا الالة حاسبة يبقى عندي ها اقوله كده ثلاث طبعا هاضغط على من اه من يوم واحدة اشتحول الوضع الطبيعي الالة حاسبة ثلاث وبكتب وضغط على تان بس اخلي بالي هنا عندنا باي يبقى لازم احول الالة حاسبة على وضع الريديان شفت من يوم واي رقم اثنين انجل انجل يونيت بختار رقم كام اثنين الريديان الاحظ ان الحرف على الشاشة اصبح حرف الار ابدأ اكتب يبقى ثلاث مضروبة افتان باي على ثلاث يبقى اعمل القوس مع الموجود بالقوس يبقى شفت وعشرة اكس اللي تحت اكتب البي مفتاح الكسور بعد كده اكتب كام ثلاث اتحرك يا مين واسكر القوس بعد كده ناقص اثنين بس خلي بالي هنا كوسي كانت مش موجودة على الالة حاسبة واضغط على مفتاح الكسور ويترى كوسي كانت مقلوب مين يبقى مقلوب الصين يبقى اقول له صين باي على مين باي على ثلاث اتحرك يا مين واكفر القوس واجل له على مين اضغط على امتها يساو حصلناها كام خمسة جزر ثلاثة على ثلاثة يبقى اذا النتيجة النهائية حصلناها خمسة جزر ثلاثة على ثلاثة يبقى خمسة جزر ثلاثة على ثلاثة يبقى انا كده عندنا مين يبقى اذا القاعدة او النتيجة عندنا كام هقول له باي على ثلاثة مع خمسة جزر ثلاثة على ثلاثة يبقى دي النقطة الاولى لانها تعتبر اكس واحد وي واحد او اكس نوت وي نوت طب الخطوة الثانية لابد من ايجاد المماء من المماس له هالمشتقة عند اكس يساوي باي على ثلاثة طب اشتق يبقى عندي الثلاثة كما هي التان مشتقتها سيكن تربيع اكس طب ناقص اثنيا عندنا الكوسيكن مشتقتها فيها سالب لانها هو اول حرف السي يبقى الحوض دي الموجب الكوسيكن قلنا تتحوى الى جزئين دايما كوسيكن اكس بقى كده عندنا مين كوتان مين كوتان اكس عايز اعوض بقى عند ات اكس تساوي باي على مين على ثلاثة يبقى في الحالة دي اقول له الام اللي هو الميل تساوي كام اعوض هنا عن باي على ثلاثة هنا بدل ما تعوض ولا شي ممكن احلها كلها بالقل الحسب فكل اللي بعمله عشان اقدر اجيب المشتقة اللي هي الميل بضغط على ومفتاح مين ومفتاح التكامل تحت الجنب مفتاح الاكس واكتب الدالة كمية بس خلي بالي هنا في الدالة هنا نخلي بالنا لانا هعمل قوس وكلام دواتي فهكتب ازاي هقول له كده اعمل قوس الاول في قوسية الموينين سيبنا منهم هخلي الجزء الاول في القوس والجزء الثاني في قوس يعني افتح قوس واقول له ثلاث بعد كده عندنا تان اكس اللي هي عبارة عن هي تان اكس هكفل القوس واكتب بعد كده ناقص اثنين لا ما نكتبش ناقص ممكن نكتب ناقص اثنين ونكمل عادي او نعمل قوس تاني خلاص مش عادي نعمل اقواص يبقى ازا كده تمام التمام يبقى ازا لازم بس نخلي بالنا عدد الاقواص اللي انا فتحها هنا قوسيا لازم في الاخر يبقى ازا في الحال دي ممكن اعمل يا اا اعمل قوس كده قبل مين بعد الاكس التاني اغطو كده ورايح دماغي منها وباكده اقول له ناقص اثنين مفتح الكسور عشان اكتب الكوسي كان اللي هي عبارة عن مين اللي هي عبارة عن مقلوب الصين صين مين اكس اكتب الاكس وساقفل يا القوس هتحرك يمين ارحن لمين الاكس الصغيرة على الجنب دي طب كانت الاكس كم يبقى اكتب شفت والعشرة ومفتح الكسور على كام على ثلاثة يبقى اصبحت عندي اكس تساوبة على ثلاثة كل اللي بعمل اضغط على الالة الحاسبة احصلها اربعين على كام يبقى اذا قيمة الميل هحصلها كام اربعين على مين على ثلاثة يبقى انكده حصلت النقطة حصلت الميل يبقى اظل عني عندي اعمليه اعوض يبقى واي تساوي عبارة عن ام مضلوبة في اكس ناقص اكس واحد او اكس نوت اي اي الرمز مش مشكلة وهنا واي ا واي واحد اعوض يبقى عندنا اربعين على ثلاثة لها الميل اكس ناقص اتبقى باي على ثلاثة لقيمة الاكس زائد قيمة الواي اللي احنا جبناها في اول خطوة اللي هي خمسة جزل ثلاثة على مين على ثلاثة وكده خلصت المسألة لان اساسا لوها حتى فكت الاقواس ما فيش عن مية اختصارات الا اذا حولتها على متى عشرين ادي بالاسم من بالنسبة لما? فاذا اي مسألة يطلب مني معادلة المماس عندنا ثلاثة خطواتهم رئيسية. ثلاثة خطوات نمشي عليهم. علاج المسألة زي الفل وماشي بسيط معا. هادي بالنسبة مين? بالنسبة للفايند ازا اكوشن اوف زا تانجنت لاي. طيب. تعالوا بنا نشوف تطبيق من التطبيقات اللي عندي. هنا مسلا بيقول لي سابوس دات. انا عندي الزنبورك الموجود عندي لده. الدلل المكانية بتاعته او خاصة بيه موجودة عندي موجودة اسمها اربعة اربعة كوسين اثنين دي. فاول طلب طلبه مني فينزا فيلوسيتي ات اني تايم تي. طب احنا عارفين ان من الحصة الماضية ان الفلوسيتي عبر عن مين? فاقولنا الفلوسيتي اللي هي الفي اوف تي ما هي الا المشتقة الاولى للدالة المكانية. يبقى كل اللي بعملها اشتق الدالة ما اعطوني في السؤال. وبالتالي الاربعة كما هي. ولكن مشتقة الكوسين اه اولها حرف السي. يبقى فيها سالب. يبقى هاعمل قوس. يبقى سالب. اقول له صين اثنين تي. مضربة في مين كمان? او ننسى نضرب في مشتقة الزاوية. يبقى مشتقة الزاوية يا كامل اثنين. وبالتالي عندنا اربعة. طبعا عندي معناها سالب واحد. اربعة ضرب سالب واحد بسالب اربعة في اثنين. احصلها سالب ثمانية. يبقى سالب ثمانية ايه? صين اثنين تي. وهذه هي السرعة اللي طلبها مني في السؤال. طبعا هنا السرعة هو كذب لي ان المسافة بالانش والزمن بالثانية فممكن اقول عليها كده انش على مين على السكن طب انا هيكده حليت جزء طب الجزء الثاني طالب مني انا ايه في الجزء الثاني خلي بالكم معا بيقول اعلى سرعة ياخدها مين طب انا عندي هنا السرعة كده اللي في الصين الصين احنا عارفينها تتأرجح ما بين مين ومين تتأرجح ما بين الواحد وسالب واحد يبقى اقبر قيمة لهذا المقدار هيبقى عندي موجب واحد واقل قيمة يبقى سالب كام واحد يبقى اذا ماكسيمم سبيت تتحصل ميتة ماكسيمم سبيت او ماكسيمم فليسيتي عبارة عن مين هقول له عندنا الفي اوف تي في الحالة دي عبارة عن مين هقول له سالب ثمانية واضربها في سالب واحد لان الاتنين هيدين على نفس النتيجة ولكن لو انا اضربت في سالب واحد هحصلها القيمة بموجب فقط هي فقط الاشارة اما لو انا استخدمت الواحد يبقى معناها في الاتجاه الاخر او المعاكس من بداية الحركة وبالتالي يبقى عندنا كاما اقصى سرعة عندنا اقصى سرعة عبارة عن تمانية انش لكل مين لكل سكن هاده بالنسبة مين لسوأ فاذا الاسئلة سهلة طالما انا فهمت السؤال كويس هعرف احله كويس وبكل سهولة ناخد سؤال اخر بدأنا بقى في الاشتقاء طبعا هنا هتبقى كده الدرس خلص وبالتالي احنا للموجود عندنا حاليا تمارين اضافية من واقع كتاب المدرسة معنا فمثلا السؤال الاول طبعا مسؤال بسيط ما فوش اي مشاكل اقوله اف برايم مباشرة اشتقاء هضرب هنا اطبق الباور يبقى هضرب الاثنين مع الاربعة حاصلها ثمانية يبقى اكس ونقص منها واحد بواحد ناقص ثلاث طب التان اشتقتها بمين احنا لازم كنا حفزناها خلاص يبقى سي كانت تربيع اثنين اجب مشتقت ايضا من الزاوية وبالتالي مشتقت الزاوية اثنين يعني الكلام دي يساوي ثمانية اكس ناقص هضرب للثلاثة دي مع الاثنين الاخيرة يبقى حصلها كام ستة سي كانت تربيع اثنين اكس وبالتالي كده المساة خلاص طب المسألة الثانية لا هنا في اسس اقول له اف اف تي تساوي اقول له اولا تان اثنين تي اس ثلاث ناقص هتبقى نفس الكلام كوسي كانت تلاتتي ولكن اس اربعة طالما الاسس على الدلة المثلاثة نفسها لابد من اولا احاولها بالشكل دي عشان مغلطش طب تعالى نكمل كنا يبقى ازا في الحالي يبقى عندنا اف برايم نركز شوية هنا وبالتالي هنزل اسس قدام يبقى ثلاث وطالما بتعامل مع الاسس يبقى من ندخل بالزاوية او بالدلة الداخلية تماما خلصت من اسس هدخل بداخل مين القوس دخلت داخل القوس اول حاجة احصلها الاجت تان مواجهة ليا يبقى اجيب مشتقة التان مشتقة التان بكام بسي كانت تربيع ونفس الزاوية طب لسه كمان او عن انسى نروح للزاوية يبقى لازم اضرف مشتقة الزاوية اللي هي كام اثنين ده بس فقط اللي هي مشتقة التان والسي ثلاثة ابدأ اكمل يبقى ناقص الاربعة تنزل قدام يبقى اربعة انقص منها واحد تبدو ثلاثة يبقى عندنا كو سي كانت تلاتة ها عمل نفس لكلام انا خلصت اشتقاق الأس هدخل بداخل القوس اللي عندي يبقى مشتقة الكو سي كانت مين اه فيها سالب يبقى فيها سالب بصالب كو سي كانت تلاتة كوتان تلاتة طب اوعى كمان ننسى اننا اضرف مشتقة الزاوية اللي هي كام اللي هي ثلاثة كده اعتبارل مساء خلصت ما على الا انا اخت tipo يبقى هنا مثلا ها نضرب مثلا السلب اربعة مع السلب واحد هنا مع الثلاث وبقى هنا المسألة تبقى منتهية اصل على ايه اقول كلام دي بيساوي عبارة عن ثلاثة ضرب اثنين يبقى ستة تان تربيع اثنين تي سيكن تربيع اثنين تي بقى عندنا سلب مع سلب تتحولي الى موجب اربعة ضرب ثلاثة بحصل اثناشر بس خلي بالي هناكو سيكن تلاتة تي او ثلاثة وهناكو سيكن تلاتة تي هالثنين زي بعض يبقى دي قس واحد ودي قس ثلاثة اقدر اجمع الاسس يبقى كو سيكن تقس اربعة تلاتة تي وبقى كده يزل معنا مين كوتان تلاتة تي وكده خلاص المسأة خلاص فممكن المسأة كون طويلة زي كده ولكن انا طالما فاهم الخطوات وترتيب الخطوات اللي اعملها المسألة بسيطة برضو ما فيش مشاك نجي بقى مين للنوعية اللي هي الاي والاف طبعا بالنسبة الاي والاف ممكن اشتقهم بالطريقة العادية ولكن لو انت عندك قوة ملاحظة هتقدر تخلي المسألة دي حلها بسيط جدا 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 يعني مثلا اول مثلا الاولى مثلا رقم اي واحد يقول لي طب منع عندي دي عبارة عن برو دكترول يا استاذ ماشي يبقى مشتقد الصيان هتبقى عندنا كو سيان ومشتقد الصيكان يبقى عندنا كو سايل تلاتةي واضرف ومشتقد الزاوية تبقى تلاتة مشتقد الصيكان تبقى صيكان تلاتتي تان تلاتتي ومشتقد الزاوية كمي ثلاثة وعمل ضرب بتبادلي صح مية في المية ما قلت لكش غلط ولكن هنا في حاجة في حالة خاصة هنا نخلي بالنا منها وخاصة لما يكون عندي الزوايا متساوية للدلة المثالاتية الاولى والدلة المثالاتية التانية هنا الزوايا ثلاثة وهنا الزوايا ثلاثة طيب ايجي رأيه بقى لو انا عملتم كده اف تي تساوي اقول له ساين ثلاثة مضروبة معروفة السيكنت اللي هي عبارة عن مقلوب الكوسين كوسين ثلاثة وبالتالي تحولت الى ايه هتتحول الى صين ثلاثة تي على كوسين ثلاثة تي اللي هي عبارة عن مين عبارة عن تان ثلاثة تي يبقى انا اشتق الصين ضرب الكوسين افضل ولا اشتق التان لحالها افضل يبقى اشتق التان لان اشتقتها محفوظة وبالتالي اقدر اقول له كده اف برايم تي تساوي كمشتقة التان معروفة سيكن تربيع نفس الزاوية ولا ننسى ان احنا نضرب في مين في مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية هي مين عندنا الثلاثة قاعدة كده خلصت يا السؤال بدل ما اعمل بردكترول واجمع واطرح وكل ده لا يبقى هي حقيقة بسيطة زي كده بس خالي اللي يبقى لكم دي عايزة قوة ملاحظة وعايزة حفظ لمين للمتطبقات المثلاثية المسألة اللي بعديها اسهل واسهل لو استخدمنا المتطبقات المثلاثية انا ممكن اقول لا ده انا عندي جازة تربيعي يبقى اذا في الحال دي هقول يا الجازة التربيعي يبقى اتنيني الجازة زي ما اتعلمنا وباقي هضرقات لما اضرب في مشتقة اللي داخل الجازة يبقى دي بردكترول يبقى اطبق قاعدة بردكترول وباقي اختصر وتلاقي المسألة في الاخر خالص طويلة واخدت معاك وقت على الفاضي ولكن خد مالك من حاجة اننا عندي لما يكون عندي كوسين اي مضروبة في سي كنت اي يبقى اذا الدلة المثلاثية اضربت في مقلوبها اي دلة المثلاثية مضروبة من مقلوبها يسوي واحد نفس الكلام لو انا عندي كوتان اي مضروبة في تاني الاي مثلا احصلها ايضا واحد نفس الكلام صين اي هاضربها في مقلوبها الكوسي كنت اي احصلها بكام طب احنا موجودة كلام ده عندنا الكوسين مضروبة لانها اهم حيكون نفس الزاوية وبالتالي افوف اكس دي عبارة عن مين افوف اكس عبارة عن الجزر التربيعي للواحد لان دي عندي الكوسين مضروبة في مقلوبها يبقى قيمتها بواحد طب جزر الواحد بكام بواحد وبالتالي اف براي من الاكس خلاص انتهت مشتقد اي مقدار ثابت بكام بصفر حلتها في ثواني وده تعتمد على مين قوة ملاحظتي وعندي حق وقود حافظ المتطبقات المثالاتية هساعدني كتير في حل نوعية زي كده من التمارين فنخلي بالنا من هذه المسألة نجي بقى لمسألة تانية من المسألة برضو تعتمد على الخواص ولكن نخلي بالنا فيها المسألة اهي بيقول لي انا عندي اتنين صين كوصين ولكن نعيني على الزاوية هل الزاوية هي نفسها الزاوية اذا كان الزاويتين هما نفسهم يبقى اكيد في احتمالية كبيرة بالنسبة تسعين في المية انها تعتمد على متطبقة من ثلاثة. طب من هي الاتنين صين كوصين? احنا قلنا لسه جايلي هنا اتنيا صين اي كوصين اي هي عبارة عن مين? عبارة عن صين ضعف الزاوية طب هنا كانت اي بيجي اتنين اي طب هنا اتنين اكس يبقى تبقى كام? ارباع اكس ازا في الحلقة دي هتبقى اف اف اكس تساوي عبارة عن مين صين ارباع يبقى تحولت من حاصل ضرب هستخدم قاعدة حاصل ضرب الى قاعدة بسيطة جدا اللي هي مشتقط الصين لحالها وبالتالي اف برايم اكس تساوي مشتقط الصين خلاصة حفظناها اربعة كوصين اربعة اكس وهضرف مشتقط الزاوية مشتقط الزاوية هي الكامل عندنا اربعة وبالتالي خلص الصواة طبعا المسألة الثانية بسيطة ما فاش مشاكل ولكن هنا استخدم لتشنرول مع قاعدة جازر التربيع اللي هي قلناها الحصة الماضية يبقى عندنا اف برايم اكس تساوي اول ما هستضفنا هستضفنا التان مشتقط التان لها سكن تربيع يبقى الزاوية بلناش تخلي بها اكس تربيع زائد واحد مضروبة في مين في مشتقط الزاوية طب مشتقط الزاوية دي عبارة عن جزر تربيعي قلنا الجزر التربيع مشتقط عبارة عن اثنين الجزر اكس تربيع زائد واحد ثم اضرف مشتقط الجزر او مشتقط ما داخل الجزر او مشتقط ما تحت الجزر يبقى اكس تربيع مشتقطها كام اثنين اكس كل اللي بعمل اقدر كنسل اثنين مع الاثنين وبالتالي اصبحت المسألة كده اكس سي كان تربيع جزر التربيع اكس تربيع زائد واحد على مين على الجزر التربيعي لأكس تربيع زائد واحد في ناس بقى يروح يوامل حركة كده يضيع من نفسه السؤال يشطب لي دي معادية ويقول لي خلاص ما فيش يهتبقى اكس سيكن تربيع اكس والحال طبعا من فعل الجزر التربيع الفوق هي عبارة عن الزاوية بتاعت السيكن كيف هي الشطب مع المقام ودي عبارة حية ودي حية خاصة مختلف عنها تبا يبقى دي عبارة عن زاوية السيكن اما دي عبارة عن مقدار جبري مقدار جبري فنخلي بنا هذا بالنسبة مين بالنسبة النوعية بالنسبة طبعا النوعية اللي قدامنا ديها بتبقى برضو مسائل فيها طويلة يعني مثلا انا هحل رقم i وk ولكن المساء رقم مثلا j وk دولة مساء من المساء الطويلة شوية بس محتاجة تأني شوية في الحال هحل لكم منهم واحدة ولكن انا حبيت ان نبه الاول على المساء رقم i طبعا المساء رقم i هنا نفس الكلام لو انا عارف المتطبقات المثالثية بقدر احلها بكل سهولة تلاحظ ان انا عندي الif of x احصل مين احصل صين تربية 3x زائد كوسين تربية 3x وعندي صين تربية وكوسين تربية يبقى اعرفت ان انا مقدرها بواحد يبقى اربعة ضرب واحد يبقى اذا الدالة اساسا معناها اربعة يعني f of x قيمتها يسوى اربعة يبقى اذا مشتقت هذه الدالة بكام واشتقت الدالة مشتقت المقدر الثابت بصفر اما انا لو حبيت احلها بالطريقة العادياة هتخلي التربيع نعمل قواس نعمل ايات تربية ونستخدم التشين رول مع الصين ونفس الكلام مع الكوسين وفي الاخر عند الاختصارات هتلاقوها ايضا طلعتوا بصفر بس بعد عناء شديد فخلي بالي المتطبقات المثلاثية هتختصر علي المجهود وتختصر علي الوقت فخلي بالي تعالوا بقى نشوف المسألة الطويلة اللي عندنا ديها ونشوف نتصرف فيها ازاي اللي هي رقم k فالمسألة رقم k خلي بالكم معين انا هتصرف فيها ازاي انا عندنا f of x تساوي اولا في هنا اس على التان يبقى طالما في اس على التان قلنا هنعمل قواس كبير كده ونكتب الاس اللي هو كام اربعة التان الزاوية بتاعتها كام كل اللي داخل القواس دي اتبرت زاوية للتان ولكن انا عندي صين وعليها تربيع اقول له صين وبعد كده عندنا x تكعيب زائل اثنين x ولكن طالما عليها تربيع يبقى لازم تكتب قواس تاني زي ما عملنا التان بالزبط يبقى هنا تربيع امشي خطواتي واشوف الخطوات اللي هعملها ازاي بصوا معايا نمشي ساعة اول حاجة ممكن ارقم الخطوات اللي انا همشي عليها عادي ما فيش مشاكل طب ارقمهم كيف تعال نشوف اولا هبدأ بالاس يبقى الخطوة الاولى ثم هبدأ دخول داخل مين داخل القوس داخل القوس اول حاجة اصدفة مين التان يبقى هذه الخطوة الثانية اشتق التان وطالما اشتقت التان يبقى كله زيبهو بعد كده ادخل جوه القوس اشتق مين الصين يبقى دي رابع خطوة او رابع حركة هعملها بعد كده في الاخر خالص ادخل على الزاوية اشتق الزاوية يبقى دي جزء رقم خمس طب تعال ننفذي كلام ده يبقى عندي اف برايم اكس ودي اطول مسألة موجودة عندكم في التمانين بتاعت الكتاب اول حاجة اشتق الاربعة يبقى عندي الاربعة والبقى كما هو اللي داخل القوس دي كما هو ولكن انا يستحب ان اكتب الصين تربيع كما هي بدون القوس اللي جوا دي لانا خلاص انا مش محتاجها في حال الوقت يبقى دي بالنسبة مين هيبقى هنا قس كام قس تلات هبدأ ادخل داخل بقى يبقى اشتق التان مشتقق التان هي مين ليا سي كان تربيع والزاوية كما هي اللي صين تربيع اكس تكعيب زائد من الاكس طب خلصنا من الصين خلصنا من مين من التان طب التان هدخل مين الاحظ ان فيه القس التربيع بتاع الصين يبقى ابدأ اشتق قس تربيع انزل القس جدام والدالة الداخلية تظل كما هي صين اكس تكعيب زائد اثنين اكس الكل قس تبقى واحد ابدأ دخول بقى داخل هذا القوس طب مشتق التان عارف انك صين طب الزاوية كما هي واخيرا وصلت المين لمشتقة الزاوية اللي هي عبارة عن مين تلاتة اكس تربيع زائد اثنين وكده انا خلصت مين الاشتقاق لهذه المساة ولكن طبعا في الامتحان مش هجيب لي الحية بالضخمة دي احنا في امتحاننا يعني ولكن انت زي بنتو شايفين كده عملت انا رقمت الخطوات اللي انا همشي عليها لونت كل جزء بلون مش مشكلة بحيث ان اوضح لنفسي طبعا ايه اللي ظل معي كده ايه بظل عميتي اختصار بسيطة يعني هضرب الاربعة هضربها في الياه في الاثنين وممكن اضربها في هذا القوس اما الباقي كما هو ولكن الثلاثة دي ممكن نخليها هنا فوق مين فوق التان زي ما كانت في البداية والمساة تبقى خلصت ما في شيء مشاك طيب افرض انا حبيت احل المساة التانية اللي هي صين تكعيب كوسين عندنا صين صين تكعيب والزوء بتاعتها عبرها عن كوسين الجزر التربيعي لمين لأكس تكعيب زائل اثنين اكس تربيع يبقى اكس تكعيب زائل اثنين اكس تربيع ودي عبرها عن المساة الاخيرة فانا مساة نسميها افوف اكس مثلا يبقى انا عندي هنا نخلي بالنان فيه تربيع فيه قس ثلاثة على الصين يبقى نفس الحكاية اللي قلنا عليها قوس كبير قس ثلاثة وهتبقى عندنا صين جواها كده كوسين الجزر التربيعي اكس تكعيب زائل اثنين اكس تربيع وابدأ اشتق يبقى اف برايم يساو هنزل الثلاثة قدام يبقى هتبقى دي تربيع احطها على الصين خلاص عشان مكتبش خطوات تانية يبقى صين تربيع هتبقى كوسين الجزر التربيعي اكس تكعيب زائل اثنين اكس تربيع خلصت من القس ادخل بقى داخل القوس طب مشتقل الصين هيبارة عن كوسين كوسين مين نفس الزاوية اللي جوا اكس تكعيب زائل اثنين اكس تربيع خلصت من الصين هدخل على اللي بعدها يبقى مين كوسين ولكن كوسين مشتقلها فيها سالب يبقى لازم اعمل قوس يبقى سالب صين والزاوية كما هي اللي هي اكس تكعيب زائل اثنين اكس اه تربيع مضربة في مين في مشتقل القوس او مشتقل الزاوية مشتقل الزاوية جزة تربيعي يبقى اثنين الجزر اللي هي اكس تكعيب زائل اثنين اكس تربيع في مشتقل ما بداخل الجزر هي تلاتة اكس تربيع زائد ارباع اكس والمسألة كده خلاص. معنا بس ان انا السالب ديها هاضربها في التلاتة اللي برة وارتب المسألة الترتيب بسيط والمسألة انتهى. فمهما يلف ومهما يدول دوت اصعب مسألتين عندكم في الكتاب. دوت اطول مسألتين موجين عندنا فيها في الكتاب. ولكن النوعية التانية ديها برضو عندنا موجين من ضمن تمانية الكتاب. فتعالنا شوف نصرف فيهم ازاي. طبعا بالنسبة لرقم انا اخدنا اللي هي المسألة الخاصة بالكوساين. لما قلنا كوساين اكس تقعيب. وكوساين تقعيب باكس. وكوساين تنته اكس. فدي شبهها بالزبط. اما رقم اتنيين. ايه الاختلاف ما بين الجزر لما يبقى على الاكس والجزر على الكوساين والكلام ده. فاخلي بالي. فهدي رقم اتنين مثلا لو انا حلية رقم ايه. يبقى انا عايز اف فبراين. طالما الجزر على الزاوية يبقى انا هشتق عادي ابدأ من اليسال اليمين عادي. يبقى اول حيث صادفني الكوساين. المشتقة الكوساين هي مين? اللي هي سالب صين. يبقى سالب صين جزر مين اكس. ولكن اوعا ننسى دائما نضرب في مشتقة الزاوية. طبع مشتقة الزاوية دي عبارة عن جزر تربيع مشتقة كبه اتنين الجزر. في مشتقة الاكس اللي يبقى بواحد. يعني اقدر اكتبها كده اقوله سالب صين جزر اكس على اثنين جزر اكس. ودي من الحياة المهمة نخلي بالنا منها. طيب رقم بي. يا تا رقم بي هتختلف عنها? لا اكيد. طالما مكان اختلاف بتاع الجزر هتختلف. انا لما اجدأ من اليسال لليمين. اول شيء يصادفني مين? يصادفني الجزر. يبقى اول مشتقة هي مشتقة الجزر. طب مشتقة الجزر عبارة عن مين? اقول له عبارة عن اثنين الجزر اللي هي كوساين اكس. مضروف مشتقة ما تحت الجزر. طب مشتقة الكوساين هي عبارة عن مين? لي عبارة عن سالب صين. فاختلف الناتج تماما. طب لما يكون عندي الكوساين نص. طبعا دي سواء بسيطة فاش حاجة. يبقى رقم سي. هقول له كده عندنا اف برايم. مشتقة الكوساين عبارة عن سالب صين نص الاكس. ومشتقة نص الاكس اللي يبقى بالنص. ادي بالنسبة مين? لنوعية تانية من المسائل. طبعا همشي نفسي الكلام مع الباجة المسائل. يعني مثلا تعال ناخد مسلا السؤال زي مثلا رقم تلاتة ايه مثلا. يعني طبعا تلاتة ايه طبعا دي سهل انها وخلاص. نجي بقى للمسائل رقم بي مثلا. اربعة او تلاتة بي. تلاتة بي. عبارة عن ايه? انا عندي اف اف اكس. هكتب المواسطة زي فيها. عبارة عن صين تان اكس. وقلنا طالما فيه تربيع على الصين لازم اعمل قوس كبير كده وعليها اث اتنين. وابدأ اشتق. اولا اشتق ده الاس. يبقى دي اول واحد. اول شيء. اول الخطة. هدخل داخل القوس يبقى الاقي مين في الشيء على طول الصين. ثم ادخل مرة تاني جوة. الاقي مين الكوس. اللي هي التان. خلاص. يبقى ديت التات خطوات انا عزا مشي عليهم. يبقى اف برايم اكس تساوي. لما اتعامل مع الاس. انزل الاس قدام. يبقى كل موجود داخل القوس ولا لينا داخل بي. ونقص من الاس واحد. مضروف في مين. مشتقد الصين. يبقى عندنا مين? كوسين. طب والزاوية اللي خاصة بيها. ملناش تخلي بيها برضو. خلصت من كوسين هدخل للتان. طب مشتقد التان هي مين? هي عبارة عن سي كانت تربيع ايك. اظل بس ادخل على الزاوية. طب مشتقد زاوية بواحد. مفي جدا انا نكتبها. وبالتالي المسلة اصبحت ايه? طبعا انا اس واحد ملاش لازمة. يبقى اكتب كده اتنين. سين تان اكس. مضروبة في كوسين تان اكس. مضروبة في مين? في سي كانت تربيع مين? اي اكس والمسلة خلصة. يبقى انا مهمنيش شكل المسلة ايه? انا اهم حاجة الخطوات الطريقة اللي انا هتبعها. يعني لو مسأة كبيرة كده رتبوها الاول. ارقم. انا هترى هبدأ بمين? طب اللي بعدها هجيب مشتقد مين? اللي بعدها وكل ديها يبقى عمليات ضرب. طبعما دل تركيب دوال مع بعض. يبقى هشتقد دل خارجية. ثم ادخل على بعدها. على بعدها. على بعدها وهكزا. يبقى اذا كل دي عمليات ضرب في بعض. يعني ما فيش ناقص الازائد في النص ابدا. علي بالنسبة مين? بالنسبة لهذه النوعية من الاسف. طبعا المسألة هنا احنا خدناها قبل كده وما فاش مشاكل يعني. هنا بيقول لي انا بيقول لي هو بيوضح لي انه سين اكس على اكس عندما اكس يقولي صفر بواحد. ودي عارفين احنا. وكمان بقى النتيجة دي هلسه ياخدينها في بداية الحصة. طب هي بيقول لي ايه? بيقول لي ايه اه? عايزين نشوف سين لمت اتنين تي على سين تي. طبعا خلي بالنا. اننا عندي لمت سين اكس على اكسها واحد. هي نفسها ايضا لما كتبها كده اكس. على سين اكس. عندما اكس تقولي الصفر ايضا قيمتها بواحد. طب ها نفس الكلام. الاثنين دي اخليها برا برا الليمت. يبقى اقول كده اثنيا. لمت تي. اقسمها على مين? على سين تي. طب ها نفس النتيجة اللي موجودة عندي اللي هي قيمتها بواحد. يبقى اذا دي عبارة عن كام? اثنين ضرب واحد. حاصلها بها باثنين. طب نلاحظ الرقم بي. هلاحظ هنا المسألة بتاعت فيها اكس وهنا اكس. طب هنا لما خليها اكس تربيع وخليها اكس تربيع. يبقى تعتبر هي نفس النتيجة هي هي مضايرتش. وبالتالي هل سوي كام قيمتها? ايه سوي صفر. طبعا لها طرق تانية ممكن حل بيها. ولكن دي اسرع طريقة. طالما الزاوية اللي مع الكوسين هي نفس المقام خلاص ايبقى النتيجة بصفر. لان اقدر يخلي دي ايضا اكس تربيع ايضا تقول الصفر لو ربع على الطرفيه. يبقى هي نفس النتيجة بالزبط. طب المسألة التانية. انا هنا لو انا حبيت اطبق النتيجة الاولى يبقى اقدر اعملها كده اقول للميت. هقسم البسط على اكس. وقسم المقام على اكس. يبقى اذا البسط احصل عندنا عندما اكس تقول الصفر البسط احصله بستة. هتطبق النتيجة الاولى اللي حنقولنا عليها. المقام حصله كام بخمسة. يبقى اذا النتيجة ستة على خمسة. فاذا ممكن اخدها قاعدة. ان طالما عندي صين على صين بالطريقة دي عندما اكس تقول الصفر اقسم معامل الصين اللي موجودة في البسط على معامل الزاوية الموجودة في المقام. يبقى ستة على خمسة مباشرة. طب بالنسبة التان ما ينطبق على الصين اكس على اكس هو نفسها التان اكس على اكس يعني النتية دي بكام عندنا تبقى عندنا باثنين هدي بالنسبة مين لنوعية اخرى من المسائل فنخلي بالنا فيها في الملتبات شويس تعال بقى نشوف المسألة الاخيرة اللي موجودة عندها ويا ريت نركز فيها شوية لان دي مسألة مهمة ولكن يعني ما عرفش يعني هل هيقدر يجبوها في الملتبات شويس ولا ما يجبوهاش في الملتبات شويس ولكن ممكن تيجي لو مسألة لو المتحان كتابي طب احل ازاي خلي بالكم معاي فهنا مسألة يقول لك اياه فور اف اف اكس ايكول صين تو اكس فاين هنا بيقول لي فاين اياه المشتقة رقم خمسة وسبعين والمشتقة رقم مية وخمسين طبعا يستحيل اقعد انا عشتقق هات مية وسبعين مرة في المتحان او مية وخمسين مرة اول ما يقول لي هات لمشتقات عليا بالطريقة دي اول شي هات اول اربع مشتقات للدالة الموجودة عندك وشوف هل في نمط معين الدالة مشي عليه او المشتقة مشي عليه ولا لا فمثلا انا عندي انحل رقم مين احنا اقول لنا رقم بي يبقى عندنا الدالة اف اف اكس عبارة عن مين عبارة عن كوسين تلاتة اكس اجب اول مشتقة كده يبقى المشتقة الاولى اف اف اكس تساوي قلنا الكوسين مشتقة سالب يبقى سالب صين تلاتة اكس ثم هضرف مشتقة الزاوية اللي هي عبارة عن كام عبارة عن ثلاث طب خلصنا من المشتقة الاولى اجيب مشتقة ثانية يبقى اف ضبل برايم اكس تساوي هيبقى عندنا ثلاث الصين مشتقة كوسين يبقى ايضا السلب زي ما هي تظلي كما هي مش هتتغيى يبقى الصين مشتقة كوسين تلاتة اكس ولكن هضرف في مشتقة الزاوية طب ثلاثة ضرب ثلاثة احصلها تسعة او اقول عليها تلاتة اوسي كام تلاتة اوسي اثنية يبقى انا هشطبت التلاتة اللي هنا خلتها تلاتة اوسي اثنية طب نجيب المشتقة الثالثة الاكس تساوي هيبقى عندنا الكوسين مشتقة بمين بسالب صين اه سالب مع سابت حولية الموجب يبقى عندي تلاتة هيبقى عندي صين تلاتة اكس ولكن المفروض اضرب هنا في تلاتة طب تلاتة وانا اساسا كانت تلاتة اوسي اثنية يبقى اقدر اجمع الاسس واخليها تلاتة اوسي كام اخليها ثلاثة اص ثلاثة. وبالتالي هيبقى المنزر قدامنا كما موضح يبقى عندي ثلاثة اص ثلاثة. طب لو انا انا جبت مشتقل رابعة تعال نشوف. يبقى الصين مشتقتها مين? مشتقتها كو صين ثلاثة اكس. هيبها اضرب لسه في مشتقل ثلاثة اكس. طب الثلاثة اضربها في ثلاثة اص ثلاثة احصلها ثلاثة اص satu ك тогдаة اربعة. طب لو جبنا المشتقل خمسة. انا بس هجيب مشتقة خمسة عشان اوضح لكم حيو معينا. يساوي. يبقى يبقى عندنا الآية ثلاث اس خمسة. وده هتحوى الى مين? صين ثلاثة اكس ولكن بها بالسال. رجعت لهذا الشكل تانى ها. الثلاث طبعا نيمو كو عملها ثلاثة اس واحد. والصين والثلاثة اكس موجودة زم هي والسلم موجودة خلاص يبقى انا مش عايزي خلاص. لان كده هن ردت المشتقة لأول شكل كان موجودة عندي. طب اعمل ايه بقى كده? قال لي بسيطة. انا هنا جبت اربع مشتقات لمين كو صين. فبعمل ايه? كله بعمله? نخلي بالنا من حاجة. ان انا عندي لما كانت المشتقة رقم واحد كانت عندنا هنا ثلاثة اس واحد. لمشتقة رقم اثنين كانت عندها ثلاثة اس اثنين. لمشتقة رقم ثلاث اصبحت ثلاث اس ثلاث. لمشتقة رقم اربعة اصبحت ثلاثة اس كام اربعة. يبقى هنا الاس المعى الثلاثة هو نفس الرقم بتعمين بتاع المشتقة. طب لو قل لو قلت لك اف خمسة وسبعين يبقى يبقى عندنا واحدة من دولة تلاتة اوست خمسة وسبعين. بس يترى بالموجب ولا بالسالب. دي اللي احنا عايزين نعرفها. فبعملها ازاي? اعرفها ازاي? وقل بسيطة. اقسم الخمسة وسبعين. قسمها على اربع لان انا اجيبت اربع مشتقاها. هقسمها على الاربع. وبالتالي احصل النتيجة سبعة تقسم خمسة. يحصلها مسلا واحد خمسة تقسيم اه يبقى عندنا خمسة وتلاتين. اه خمسة وتلاتين تقسيم اربعة يبقى حصلها ثمانية فاصل كميزين ثلاثة يبقى خمسة وسبعين من مية. بمجرد ما الاقي خمسة وسبعين من مية في الناتج اللي عندي معناه استخدم المشتقة الثالثة. يبقى اذا اقوله كده اف خمسة وسبعين. فين المشتقة الثالثة اهل المشتقدي. يبقى اذا هنا في السالب خلاص يبقى ثلاث استكامة يبقى خمسة وسبعين. وصين كام ثلاثة اكس. خلص السؤال ده. طب انا عايز المية وخمسين مثلا. تعال نجيب المية وخمسين. طب انا لو قسمت المية وخمسين. اقسمها على اربعة. يبقى خمسطاش طبعا على اربعة احصلها ثلاث. ثلاثين على اربعة احصلها مسلا السبعة. وزيد اثنين او حسبة نص. بمجرد ما تلاقي اللي حصلت في الناتج خمسة من عشرة. معناها هنستخدم المشتقة الثانية. فين المشتقة الثانية? يبقى عندنا كده اقوله اف المشتقة رقم مية وخمسين. عبارة عن مين? هتبقى مين? اه فيها سالب. يبقى هكتب السالب. ثلاثة مية وخمسين. ومعها مين كمان هنا نخلبان دي معناها معها تلاتة كوسين تلاتة اه تلاتة اكس. طب المية وعشرين. لو انا قسمت المية وعشرين على اربعة احصلها كمحصلها ثلاثين. طب هنا ما فيش باقي. طب لما ما فيش باقي يبقى استخدم المشتقة الرابعة. استخدم المشتقة الرابعة. يعني اقوله كده اف مية وعشرين يساوي. المشتقة الرابعة تلاتة ما فيش ما فيش سالب حاجة يبقى 3 أو 123 كو صين من 3 X. وميساء كده خلص أي مشتقر عايزها. يبقى أنتها تقسم لقد حصلت الناتج. حصلت الناتج ربع معناها أستخدم اللي فيها المشتقه الأولى الناتج نص يبقى أستخدم لفيها المشتقه التانية الناتج 3 اربع أو 75 مئة يبقى أستخدم للمشتقه التالتة إذا كان el natge لا يوجد باقي. يعني عدد صحيح يبقى أستخدم المشتقه الراح طب هغير فيها مين أنا بس هغير الأس بما يساوي رقم مشتقل لعنه وبالتالي كده خلاصت مين السؤال نفس الطريقة بالضبط يعني ما اختلفتش مع مين مع الصين هي هي نفس الطريقة فإذن هذه بالنسبة مين لدرس التريغمتري فونكشن مسائلها بسيطة ولكن محتاجة تركيز في بعض التمارين فيها أهم حاجة أكون عارف مشتقد الصين كوصين مشتقد التان سيكن تربيع مشتقد السيكن تسيكن تتان نجل لأولهم حرف السي وقلنا لأولهم حرف السي لابد من وضع إشارة سالب يبقى مشتقد الكوصين يبقى سالب صين مشتقد الكوصين يبقى سالب إه كوصين كوتان طبعا مشتقد الكوتان عبر عن إه سالب كوصين تربيع بهذه الطريقة أقدر أحل أي مسألة تجيني في الامتحان وبكده إحنا خلصنا درس التريغمتريك فونكشن أو مشتقد الدوال المثلاثية موسيقى 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 موسيقى